السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا سيد الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم مناط صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالبات المبدعين في الصف الأول تأهيلي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الأول فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي في درسنا لنطبق معا في البداية أحب أن أذكركم بقوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية والتعليمات التي علينا اتباؤها حتى نستفيد عند مشاهدة دروسنا عبر قنوات عين التعليمية أبنائي وبناتي أولا عليكم اختيار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن التجمعات بعيدا عن الضجيج حتى أنعم بالهدوء والتركيز وانتباه كامل تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية بعد ذلك أبنائي وبناتي أحرص حرص شديد على ماذا على تجهيز أدواتي قبل الدرس كتاب المدرسي جميع ما يلزمني يكون بالقرب مني أبنائي وبناتي معنا في مادة مهارات رقمية يلزمكم وجود ماذا جهاز حاسب آلي أو أحد أجهزتكم التي يمكنكم من خلالها الاتصال بالإنترنت حتى نتمكن من التطبيق المهارات معا بعد ذلك أستمع إلى معلمتي بتركيز وأطبق معها الخطوات خطوة بخطوة ثم أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا أبنائي وبناتي أحب أن أوجه رسالة إلى أولياء أموركم أطلب منهم تقديم الدعم والمتابعة والتوجيهات والإرشاد لكم في حال احتجتم إلى ذلك العنوان الدرس لنطبق معا الهدف العام أن يتمكن الطالب والطالبة من التطبيق العملي للمهارات المكتسبة خلال الفصل الأول بشكل متقن هدف التدريسي من درسنا هو أن يطبق الطالب والطالبة الخطوات بشكل متقن ومباشر مع المعلمة نشاهد معنا الآن صديقنا سيطلب منكم مساعدة لنستمع إليه ونشاهد ماذا يريد صديقنا أصدقائي ساعدوني في تسلق الجبل من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية إذن أصدقائي وصديقاتي صديقنا يريد ماذا؟ يريد مساعدته للقدرة على تسلق الجبل ولكن بشرط ماذا؟ أن نجيب على الأسئلة التالية حتى يستطيع تسلق الجبل بدراجته السؤال الأول يقول الموقع الإلكتروني عبارة عن ماذا؟ نتذكرنا أن الموقع الإلكتروني عبارة عن ماذا؟ ذكرنا سابقا إذن هل هو عبارة عن صفحات مرتبطة ببعضها؟ صفحات مرتبطة ببعضها؟ أم أن الموقع الإلكتروني هو نفسه هو نفس الكتاب المدرسي؟ هل يعتبر الموقع الإلكتروني عبارة عن صفحات مرتبطة ببعضها؟ أم أنه هو الكتاب المدرسي الذي بين أيدينا؟ أحسنتم أبنائي وبناتي، إذن الموقع الإلكتروني عبارة عن صفحات مرتبطة ببعضها نكمل السؤال التالي، يقول ندخل للموقع الإلكتروني باستخدام ماذا؟ كيف نتمكن للدخول للموقع الإلكتروني؟ نعلم أن هناك وسيط يساعدنا وحلقة وصل نتمكن من خلالها الوصول إلى المواقع الإلكترونية الموجودة على الإنترنت من هو هذا الوسيط؟ خيار الأول يقول المتصفح الإلكتروني الخيار الثاني يقول الصبورة خيار الثالث الكتاب من هو الوسيط أثناء استخدامي للإنترنت؟ يمكنني من ماذا أبنائي وبناتي؟ من الوصول إلى المواقع الإلكترونية؟ هل هو المتصفح الإلكتروني؟ أو الصبورة؟ أم الكتاب؟ أحسنتم أبنائي وبناتي إذن إجابة رقم؟ أحسنتم إجابة إذن حرف ألف وهو؟ المتصفح الإلكتروني سؤال الثالث يا أبنائي وبناتي ركزوا معي جيداً أي صورة تدل على مكان البحث في المتصفح الإلكتروني؟ نعلم جيداً أن المتصفح الإلكتروني لديه ماذا؟ مكان نبحث فيه نكتب فيه العبارة أو اسم الموقع الذي نريد الوصول إليه إذن في كل متصفح إلكتروني هناك مكان يسمى مكان البحث في مكان البحث هذا أستطيع كتابة اسم الموقع الذي أريد البحث عنه أو المعلومات التي أريد البحث عنها ما أين هو هذا مكان البحث؟ هل هو موجود في الصورة رقم واحد أم في الصورة رقم اثنان؟ نركز جيداً إذن أبنائي وبناتي المتصفح الإلكتروني لديه مكان مخصص حتى أستطيع من خلال هذا المكان كتابة المعلومة التي أريد البحث عنها أو كتابة اسم الموقع الذي أريد البحث عنه هل هذا المكان المخصص للبحث موجود في الصورة رقم واحد؟ لاحظوا جيداً هل المكان موجود في الصورة رقم واحد أم لا؟ طيب هل تشاهدون هناك مكان مخصص للكتابة في الصورة رقم اثنان؟ ناحظوا معي جيداً أي صورة يوجد فيها المكان المخصص للبحث أبنائي وبناتي؟ ممتاز رائع إذن الصورة رقم كم؟ الصورة رقم واحد لاحظوا معي هنا قد كتبنا في المكان المخصص للبحث هيئة تطوير منطقة عسير إذن هنا هو المكان المخصص للبحث في الموقع الإلكتروني إذن هذا هو المكان المخصص للبحث في المتصفح الإلكتروني أبنائي وبناتي أعيد مرة أخرى في الصورة رقم واحد كما نشاهد هذا هو المكان المخصص للبحث في المتصفح الإلكتروني إجابة ذكية هكذا استطاع صديقنا تسلق الجبل والفوز بفضل من الله ثم فضلكم أبنائي وبناتي بإجابتنا على الأسئلة حققنا المهارات المطلوبة منا لاحظوا السؤال معي الآن من السهل البحث عن ما تريد على الإنترنت باتباع الخطوات الإنترنت إذن من السهل أن نبحث عن المعلومات الموجودة على الإنترنت مطلوب منا أن أفتح متصفح المواقع الإلكترونية الذي يعد بمثابة النافذة التي توصلك إلى عالم الإنترنت إذن الخطوة الأولى أبنائي وبناتي التي تلزمني هي أن أقوم بفتح المتصفح الإلكتروني هذه هي متطلب الأول أن أتمكن من فتح المتصفح وحتى يعمل المتصفح بشكل مطلوب يجب أن أتأكد من اتصال جهازي أيضا بالإنترنت أبنائي وبناتي إذن خطوة الأولى أتأكد من ربط جهازي بشبكة الإنترنت بعد ذلك قوم بالدخول على المتصفح أو أفتح المتصفح الإلكتروني الموجود لدي لماذا؟ لأنه هو نافذتي التي توصلنا إلى عالم الإنترنت بعد ذلك في المكان المخصص بالبحث أبنائي وبناتي نكتب اسم الموقع الذي تريد الوصول إليه ثم ننقر على بحث إذن نلاحظ الخطوات بعد ماذا نفعل؟ خطوة الأولى أتأكد من اتصال جهازي بالإنترنت خطوة الثانية أبدأ بماذا أبنائي وبناتي؟ أبدأ بعد الاتصال بالإنترنت أفتح المتصفح الإلكتروني ثم أذهب إلى المكان المخصص للبحث وأكتب اسم الموقع الإلكتروني الذي أريد الوصول إليه نبدأ الخطوات نطبق معا ونبدأ العمل على أجهزة الموجودة لدينا سواء كان الجهاز الذي بعيدكم هو جهاز حاسب آلي أو أحد الأجهزة اللوحية أو حتى جهازكم المحمول كل ما عليكم الآن الخطوة الأولى التأكد من اتصاله بالإنترنت ثم نستخدم المتصفح الإلكتروني لنستخدم المتصفح في البحث عن الموقع الإلكتروني المطلوب هيا نبدأ أبنائي وبناتي إذن لاحظوا معي أبنائي وبناتي سنستخدم المتصفح الإلكتروني للوصول إلى الموقع الإلكتروني المطلوب بالكتابة في المكان المخصص للبحث إذن هنا لاحظوا معي هذا هو المكان المخصص للبحث في المتصفح الإلكتروني هذا هو المكان المخصص للبحث إذن علينا كتابة اسم الموقع الذي نريد البحث عنه ثم نقوم بكتابة باختيار إدخال أو نقر على عبارة انتر مثلا نريد الدخول إلى نظام نحاول إدخالها باللغة العربية نقوم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية بعد ذلك نكتب نظام نور ثم نختار خيار انتر بحيث أني أبدأ البحث أبنائي وبناتي على المتصفح الإلكتروني هكذا قمنا بالتطبيق سوياً أملياً بالخطوات في استخدام المتصفح ومن خلال المكان المخصص للبحث وصلنا إلى نهاية درسنا أبنائي وبناتي أستودعكم الله وألقاكم على خير بإذن الله معلمتكم منال صالح الغرب